السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم لدينا موضوع كيف انك تغير اسامي الملفات اللي عندك الى العنوان يعني لاحظ هنا الاسم هذه اسامي الملفات وهنا العنوان طبعا الاسم عندنا بالانجليزي ومشكلة يعني انا احاول ابغى انقل العنوان هذا تمام الى هنا كل ملف تمام الى الملف الاخر يعني الملف الاول انا لو افتحه هو عنوانه سنن الترمذي كتاب الطهارة طيب انا لو اني ما عارفه بكتبه سنن الترمذي الى اخره انا مبغى هالشي هذا طيب اول شي نحتاج البرنامج هذا وبحط رابطه في صندوق الوصف هو مجاني مئة بالمئة تمام طبعا ان تبغى انك تنقل العنوان الى الاسم او من الاسم الى العنوان العكس كلهم تقدر بس هذه اللي بنشرح الجزئية هذه تقدر فيها المؤدون والمساهمون تقدر تنقلها الى اسم الملف لكن اللي بنشرح بس اللي بنهتم بالاسم والعنوان تمام اول شي نسحبهم كلهم جميع كنترول شين للتحديد تحديد جميع ملفات تمام نسحبهم نوديهم لهذا البرنامج تمام خلاص نسحبهم نلاحظ هنا الاسم هنا العنوان طبعا اول شي برضو نحدد كنترول شين على جميع الملفات وش نبغى؟ نبغى العنوان ينتقل الى اسم الملف اي عنوان ينتقل الى اسم الملف عشان ما نطول بس نشرح بسرعة نضغط على هذا الخيار هذا الخيار المقصود انك تنقل الاشياء الى هنا واشتبه تبه هذا ولا تبه هذا الى اخره لا انابي العنوان نضغط هنا نضغط هنا نختار على هذه الكلمة تمام نختار عليها نحط موافق شفت شنون تغير جميع الملفات لما نحدث شفت شنون تغيرت الملفات بضغط زر واحدة فقط تمام انا ابغى العكس ابغى ينقل لي العكس مثلا خنقول كنترول زد عشان يراجع أو يسوي تراجع تمام كنترول زد هو التراجع شفتوا شلون رجع لي كما كان في السابق طيب أبي هالمرة ينقلي عفوا ينقلي هذا إلى العنوان تمام نضغط هنا ثم نختار على هذه الكلمة الموجودة بعد أن نحط موافق ننتظر كما تلاحظون الآن اسم الملفات تحولت إلى عفوا العنوان تحول إلى يعني اسم الملفت انتقل للعنوان لما نلاحظ هنا نسوي إلى تحديث نلاحظ أن العنوان تغير شفتوا شلون بس هذا نهاية المقطع وشكرا لكم وإجزاءكم الله خير على المشاهدة وفي نهاية المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات لا تنسى قطع لا تنسى قطع لا تنسى قطع لا تنسى قطع